السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي قناتي التعليمية نشاطات ودروس تدعيمية اذا كنت اول مرة اتزور القناة ولتشوف هذا الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله دائما مع تلميذ السنة اولى متوسطا نرجحت لكم في هاتلا نوفا الفيديو في نموذج فرض او اختبار في مادة اللغة العربية للفصل الثاني اذا نبدأ معكم اليوم في هذا الموضوع عندنا السند احاول نقالكم السند ونفهمه لكم في ليلة من ليالي الشتاء الباردة كنت ذاهبا الى عملي فلمحت امرأة فقيرة ترتدي ثيابا بالية تبكي متأطئة رأسها تحمل ابنها على ساعديها كان وجوها شاحبا مصفرا يبكي بكاءا تتقطع له القلوب من شدة الجوع فاعطيتها ما تسد به رمقه ولما وصلت الى المستشفى سمعت بكاءا اخر فدنوت لأستفسر فاذا به رجل من اصحاب الثراء يحمل ابنه بين ذراعيه ذخم الحجم يكاد يسقط منه والذي كان يبكي ايضا متألما يشكو ألما في بطنه بسبب التخمة وافراطه في الاكل فتعجبت من المنظرين وقلت في قرارة نفسي لو اعط ذلك الغني من ماله وغذائه لتلك المسكينة لما بكى احدهما على ابنه ولقد صدق المثل القائل ان شبع الغني انتقام لجوع الفقير هذا هو السند الاسئلة عندنا جزء الاول والجزء الثاني الجزء الاول يكون عليه 12 نقطة والجزء الثاني اللي هو الوضعية الانماجية يكون عليها 8 نقطة فالجزء الاول عندنا زوج وضعيات وضعية الاولى والوضعية الثانية الوضعية الاولى السؤال الاول حدد سبب بكاء ابن المرأة الفقيرة وابن الرجل الغني ما سبب بكاء ابن المرأة الفقيرة اذا احنا لايهن في الناس عندنا هذا السؤال مباشر ان نوجده في الناس احنا نقرأ ونستعنا مرة مرتين حتى نفهموه مليح جيدا وانسيوه هكذا نجاوبوه على الاسئلة التابعنا اذا سبب بكاء ابن المرأة الفقيرة وابن الرجل الغني هنا عندنا في الفقرة الاولى كان يبكي تحمل ابنها على ساعديها كان وجهه شاحبا مصفرا يبكي بكاء تتقطع له القلوب من شدة الجوع يعني سبب بكاء ابن المرأة الفقيرة هو شدة الجوع هو شدة الجوع وابن الرجل الغني لماذا كان يبكي ابن الرجل الغني كان يبكي ايضا متألما يشكو ألما في بطنه بسبب التخمة وإفراطه في الأكل اذا سبب بكاء ابن الرجل الغني هو ألم في بطنه بسبب التخمة وإفراطه في الأكل هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني اذكر الاقتراح الذي فكر فيه الكاتب هنا هنا الكاتب فكر في اقتراح نذكر الاقتراح الذي فكر فيه الكاتب فتعجبت من المنظرين وقلت في قرارة نفسي لو أعطى ذلك الغني من ماله وغذائه لتلك المسكينة لما بكى أحدهما على ابنه هذا بالنسبة للسؤال الثاني ذلك نشوفه في الورقان نعطيكم الإجابة مكتوبة السؤال الثالث لخص مضمون السند في فكرة عامة يعني كامل هذا السند اللي رأينا لخصه في فكرة عامة يعني من عاودوش نكتبه النص لن عاودو نقوله السند ولا كلمات لعبارات يعني واش فهمنا من هذا السند واش فهمنا من هذا السند الكاتب واش راه يدير في هذا السند الكاتب يقف أمام بكاء من الجوع وبكاء من الشبع هذه بالنسبة للفكرة العامة رابعا السؤال الرابع اشرح الكلمتين الآتيتين دنوتو لمحتو دنوتو رهيف النص فدنوتو لأستفسر ولما وصلت إلى المستشفى سمعت بكاء آخر فدنوتو لأستفسر يعني فاقتربتو فاقتربتو دنوتو اقتربتو لمحتو أيضا أين هي لمحتو في ليلة من ليالي الشتاء الباردة كنت ذاهبا إلى عملي فلامحت لمحت يعني رأيت لمحت رأيت هاي لكم الأجوبة عنها سبب بكاء ابن المرأة الفقيرة وابن الرجل الغني سبب بكاء ابن المرأة الفقيرة هو شدة الجوع سبب بكاء ابن الرجل الغني هو ألم في بطنه بسبب التخمة هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني اذكر الاقتراح الذي فكر فيه الكاتب الكاتب ماذا اقترحا؟ الاقتراح الذي فكر فيه الكاتب هو لو أعط ذلك الغني من ماله وغذائه لتلك المسكينة لما بكى أحدهما على ابنه السؤال الثالث لخص مضمون السند في فكرة عامة الفكرة العامة للسند كامل هي الكاتب يقف أمام بكاء من الجوع وبكاء من الشابع عندنا شرح المفرد الكلمتين الآتيتين دانوتو نقوله دانوتو يعني ولا اقتربتو لمحتو رأيتو هذه بالنسبة للوضعية الأولى بالنسبة للوضعية الأولى الآن نحن نشوفو الوضعية الثانية الوضعية الثانية يعني اعرب ما تحته خط في السند نعرضو عندنا عندنا كلمتين امرأة ومتعطئة الآن روحوا امرأة في ليلة من ليالي الشتاء الباردة كنت ذاهبا إلى عملي فلمحت امرأة فقيرة فلمحت هنا لمحت رأى فعل ماضي امرأة لمحت من لمح أنا لمحت يعني أنا رهي رهي فاعل ضمير مستتر رهي في التاء تاء الفاعل هنا صفر عنا فعل فاعل امرأة لمحت ماذا لمحت امرأة اذا امرأة هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره عندنا متعطئة تبكي كيف تبكي متعطئة كيف تبكي متعطئة اذا متعطئة حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذا بالنسبة للإعراب امرأة إذن مفعول به منصوب على ما تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره متأطئة حال منصوب على ما تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني استخرج من السند نعتا وفعلا ماضيا نجعل السند نعتا لهي صفة في ليلة من ليالي الشتاء الباردة الباردة تقدر تكون صفة الشتاء الباردة امرأة فقيرة ثيابا بالية عندنا بزاق صفة إذن نختار وحدا نقدر نقول نعتا هي فقيرة نعتا هي فقيرة لكتبوا فقيرة فعلا ماضيا فعلا ماضيا عندنا بزاق أفعال ماضية عندنا فلامحت فدنوت فتعجبت إلى آخره كان بزاق نختار وحدها لنيرو لمحت 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 فعل ماضي الآن ننتقلوا للسؤال الثالث بيّن في ما يلي سبب كتابة التاء المفتوحة والمربوطة أن وصلت امرأة وصلت لماذا كتبت وصلت كتبت التاء مفتوحة لماذا؟ لأنها لأنها فعل لأنها فعل الفعل دائما فيه تكون التاء مفتوحة لأنها فعل وهنا التاء رهي تاء الفاعل نقدر نكتف هنا تاء الفاعل امرأة لماذا كتبت امرأة؟ لماذا كتبت امرأة؟ كتبت بالتاء المربوطة كتبت امرأة بالتاء المربوطة لأنها لأنها مفرد مؤنث لأنها مفرد مؤنث هذه بالنسبة للسؤال الثالث الآن السؤال الرابع استخرج من الفقرة الأولى تعبيرا مجازيا يعني في الفقرة الأولى نستخرجه تعبير مجازي والفقرة الثانية طباقا مبين نوعه إذن في الفقرة الأولى حوسوا على تعبير مجازي في ليلة من ليالي الشتاء الباردة كنت ذاهبا إلى عملي فلمحت امرأة فقيرة ترتدي ثيابا بالية تبكي متأطئة رأسها تحمل ابنها على ساعديها كان وجهها شاحبا مصفرا يبكي بكاءا تتقطع له القلوب من شدة الجوع هذا تعبير مجازي لأن هنا شدة الجوع دلنا هنا تعبير المجازي كبكاءا تتقطع له القلوب القلوب مش هتتقطع إذن تتقطع وكأن القلوب تتقطع شو الحاجة؟ ما تصبح إذن هنا مثلنا بهذا تعبير المجازي تتقطع له القلوب إذن تعبير المجازي هو تتقطع بكاءا يبكي بكاء تتقطع له القلوب من شدة الجوع نكتبه كامل هذا عندنا أيضا هذه بالنسبة للتعبير المجازي بالنسبة للطباق الفقر الثاني حسو طباق الطباق ما هو الطباق هو كلمتان متضادتان كلمتان متضادتان إذن عندنا عندنا لو أعطى ذلك الغني من ماله وغذائه أن الغني والفقير الغني والفقير هما كلمتان متضادتان نوعه هو طباق إجاب طباق إجاب هنا ما يشعلنا أدوات نفبة نقوله طباق سلبي إذن طباق إجاب إذن التعبير المجازي يبكي بكاء تتقطع له القلوب من شدة الجوع بالنسبة من الفقر الثاني طباقا وبين نوعه الطباق لهو كلمتان متضادتان الغني والفقير نوعه هو طباق إجاب طباق إجاب هذه بالنسبة لإجابة النموذجية الآن السؤال الخامس نمط السند مع ذكر مؤشر وإعطاء مثال عن ذلك نمط السند هو نمط سردي رح يسردنا الأحداث التي أسرلهم أسرلوا الكاتب ذكر المؤشر عندنا بزاف مؤشرات في النمط السردي عندنا مثال تغلب عليه الأفعال الماضية عندنا أيضا تكون فيه تكون فيه بزاف الأظرفة الزمنية والأظرفة المكانية تكون فيه شخصية هنا في هذا السند اللي عندنا فيه بزاف الأفعال الماضية إذن نكتبه نمط السند هو سردي المؤشر تغلب عليه الأفعال الماضية مثال عندنا لمحته تعجبته كان بزاف أفعال ماضية الآن السؤال السبس والآخر قدر قيمة تربوية لسند قيمة تربوية لسند يعني قيمة تكونوا حافظينها ولا تعرفوها تستنتجتوها القيمة التربوية التي أعطيتها لكم هذه قيمة تربوية يعني مليحة تقدروا تحافظوها تستعملوها إلا ما استعملتوهاش في هذا الوضعية لكن تستعملوها في وضعية أخرى البشر صنفاني واحد يبكي شبعا من الغنى والثاني يبكي فقرا أكله الجوع البشر صنفاني واحد يبكي شبعا من الغنى والثاني يبكي فقرا أكله الجوع هذه بالنسبة للقيمة التربوية لدنها لهذا السند الآن نبقى هنا أجزء الثاني اللي هو الوضعية الإدماجية يعني هنا تتكلم على أهمية الأخلاق في بناء المجتمع وتماسكه جيسكا لنكملنا هذا الموضوع نتمنى لكم التوفيق ورمضان كريم ونتلقوا في فيديو آخر إن شاء الله